السلام عليكم وصفة النهاردة وصفة الارائش الفلاحي طريقة سهلة وبسيطة وبدون عجل كتير طبعا الارائش اهلا حاجة ان الحتة حلوة اوي ويهش من جوه تقعد معاك فترة طويلة ديال نفس القوام وهناعمل كمان منها القرص بالشمر والينسون طبعا تقدميها بقى مع كوباية شاي بلبن اعمها في منتهى الجميل الجد الوصفة دي هتعجبكم ما قدلنا سهلة وبسيطة لي عبارة عن كوبايتين من الدقيق معلقة كبيرة من الخميرة اربع معالق من السكر رشة ملح نص معلقة من الباكين بودر معلقة من الشمر على ينسون ومعلقة من ريحة الارائش ده بتتجمل عند العطار دفت اول حاجة كوباية من اللبن اهم حاجة تكون دافية هاللبهم على بعد كده واسيبهم لمدة عشر دقايق وارجع لهم تاني بعد كده حطيت الكوبايتين من الدقيق اهم حاجة تكون الدقيق متعدد الاستخدام وضفت عليهم كوباية اللي ربع من السمنة على زيت طبعا الزيت بيدي للعجين طراوة وهششان عجنت العجينة كده لمدة عشر دقايق وده اهم شيء ان مدة العجين ما تقلش عن عشر دقايق واسيبها تختمر لمدة ساعة زي ما انتو شايفين حجمها تضعف وهبتدي اعمل منها القراط القرص اهم حاجة يكون معي كيس التلاجة عشان اغطيها عشان ما تنشافش معينا هخلص كل الكمية اشتركوا في القناة خلصت كده الكمية اللي معايا عملت معايا اتناشر قرصة حجمها الوسط عملت هنا رول وبعد كده بطلت بالمنظر ده وهجيب العجلة ديت او سكينة شرشرة او سكينة عادية اللي عندك استخدميه وهبتدي اعمل صوابع العجين بالمنظر ده اهم حاجة السمك انا عوزاء السمك ده يعني مش رفايع قوي ولا سميك قوي عشان خاطر لسه كمان هنخمره مرة كمان فحجم العجين بيتضعف هسيبها تختامر لمدة ربع ساعة بعد كده هجيب القرص نشكلها مع بعض جبت القرص في صانية او في صوج هتحطي مسحة من الزيت او لو عندك ورق الزبدة ممكن تستخدميه وهبتدي بطط العجين بالمنظر ده اهم حاجة ان انا مرفحش من على الحرف عشان العجين ما ينشفش معانا القرصة ما تنشفش معانا من الحرف او تتحرق هخلص كده كل الكمية اللي معايا وهكون مشغلة الفرن هحطها شوية في الفرن من تحت الحد ما تاخد لون وبعد كده هفتح عليها الشوية ايدي هون هدخلهم الفرن وهطلحهم عاوز اقول لكم رحية حلوة جدا وما خدتش معانا وقت ولا اي حاجة فطار سريع وحلو قوي او حتى ممكن على العاشة كده مع كوباية شاي بجد الوصفة هتعجبكم جدا وايدي القرص بصوا من جوه الهاشة ازاي ادي الكمية اللي معايا من كوبايتين دقيق بس لو عجبتكم الوصفة ما تنسونش بلايك وتشتركوا في قناتي واتفعالوا زر الجرس عشان يوصل لكم وصفات الجديدة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة